السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما ان تكونوا في احسن حال هنشوف مع بعض في الفيديو ده اه فيديو توضيحي اه لشكل الدود الريد وجلر تحديدا اللي هو دود الريد وجلر ده اللي هو دود انتاج الفيرم كومبوست او زي ما بتسمى ديدان هو دود بيتغز على المخلفات العضوية ايا كانت مخلفات عضوية نباتية او حيوانية وبيحول المخلفات العضوية دي طبعا بنقدم للمخلفات العضوية دي زي ما قلنا قبل كده بتكون متحللة تحلل حراري مرت بعملية تحلل حراري بحيث ما تكونش بعد كده في مزرعة الدود يحصل لها ارتفاع لدرجة الحرارة لان ده لو حصل هيقدي لموت الدود يعني لو حصل ان تم موضوع التحلل الحراري ده داخل مزرعة الدود الريد وجلر او دود انتاج الكمبوست بصفة عامة سواء ريد وجلر او تايجر وورم او زحف افريقي او ماليزية زرقاء او ايا كان نوع الديدان اللي احنا بنربيها هيقدي لموت الدود الموضوع التحلل الحراري ده فلازم المخلفات العضوية قبل تقديمها للدود لازم تكون مرت بعملية التحلل الحراري وتمت بشكل بشكل كافي تمام بعد كده بنقدم له المخلفات العضوية دي سواء نباتية او حيوانية زي ما قلنا اه وهو بيتغز على المخلفات دي والناتج من اه من عملية اه التغذية بتاعته او المخرجات بتاعته هي دي بتكون هي الفيرمي كومبوست او الفيرمي كومبوست اللي هو بيكون اه ناتج من مخلفات الدود وفيه بقايا ومخلفات عضوية من اللي كنا مقدمينها للدود فده بيتسمى لكن بيكون النسبة الاغلب فيه بيكون تمانين في المية او تسعين في المية منه اه او مخلفات دود وعشرة في المية او عشرين في المية منه بوائي مخلفات عضوية من اللي كنا مقدمينها للدود في البداية اما القاست ورم القاست ورم بيكون كله بالكامل عبارة عن مية في المية اه مخرجات الدود اللي هي المخلفات بتاعت الدود تمام ده باختصار كده ده الفرق بين الفيرمي كومبوست والكاست ورمي تمام اه ددان الفيرمي كومبوست او دودة تحديدا اللي احنا بنتكلم عليها في الفيديو ده هي بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه في الفيديو ده بالزبط هي مختلفة تماما عن 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 الدود الارضي اللي هو اللي هو الدود اللي بيستخدم في الصيد او اللي بيتسمى الطعم في مصر عندنا هنا بنقول عليه الطعم اللي هو بيكون اكبر من كده شوية حوالي ضعفين او تلات اضعاف حجم الدودة الريد وجلر وبيكون لونه في الغالب يا اسود اه احمر يميل للسواد يا لونه احمر داكن ما بيكونش بالشكل ده وبيكون كل الجسم الدودة بالكامل لون واحد هنا بنلاحظ ان دودة الريد وجلر اه وبرضو الموضوع ده في الطايجر وورم لكن الريد وجلر بتكون اقل شوية اه مش ملحوظة قوي زي الطايجر وورم بيكون الجسم كله عبارة عن حلقات. فيه حلقات في الجسم بالكامل ومنطقة السرج او اللي هي المنطقة اللي بتتسمى ازا ما تتسمى منطقة السرج اللي هي من اللي هي علامة البلوغ في الدودة بتكون بارزة بشكل ملحوظ جدا جدا عن عن الدود العادي عن دود الارض العادي اللي هو الطعم اللي بنسميه في مصر سواء الاحمر او الاحمر الغامق اللي هو اللي بنسميه الاسود. هو ما يكونش اسود هو بيكون احمر اه داكن جدا. كمان ده الفرق الظاهري. الاختلاف كمان اللي بيكون موجود في طبيعة دورة حياة الدود الاختلاف اللي بين الريد وجلر وبين الدود البلدي او الطعم ان الدود البلدي بيعيش على اعمق اه اكتر بكتير من الريد وجلر والتايجر وورم. الريد وجلر والتايجر وورم بيعيش على الطبقة السطحية. يعني ما بيحتاجش منك ان المزرعة تكون عمقها كبير. بيحتاج بس تكون من خمستاشر لعشرين سنتي. خمسة وعشرين سنتي اقصى حد لارتفاع المزرعة. لان هو ما بيعيش في اعمق اكتر من كده. هي دودة سطحية. اما بالنسبة لديدان الارض العادية اللي هو الطعم. فبيعيش على اعمق اكتر من كده بكتير. والجزئية التانية كمان ان هو ما بيتغذاش على المخلفات العضوية زي زي الريد وجلر او الطايجر وورم. الدود العادي اللي هو الطعم. اه بيتغذى على على الطين. على على الطربة نفسها. هو بيتغذى عليها وبقايا المخلفات اللي موجودة منها سواء من جدور نبتات اه متحللة. اه جدور نبتات ماتت وتحللت او نبتات موسم سابق. حصل لها زي بول وانتهت يعني والجدور دي اتحللت في الطربة. هو بيتغذى على البقايا الجدور دي مع الطين. لكن النسبة الاكبر في في غزاؤه هو الطين هو الطربة نفسها. تمام? اه برضو الدود الارضي مفيد جدا في في الارض. اه لكن فايدته في الارض بشكل مباشر. اما هنا احنا بنتكلم على دود الريد وجلر او او ديدان بصفة عامة. هي ما بتتغذاش نهائي على الطين. هي بتتغذى بس على المخلفات العضوية. سواء نباتية او حيوانية زي ما قلنا. والافضل ان البيئة اللي يعيش فيها او الغذاء اللي هيتقدم له يكون واحد لعشرين واحد اه نيتروجين او اه او خلينا نقول النيتروجين اللي هو بروتين يعني لعشرين كربون يعني لو هنقدم له المخلفات بتاعتنا عشرين كربون ده اللي هو الكربون اللي هو الاش اه بقاء الشرز او ورق شجر ناشف او كرتون او ورق اه عادي كل دي مصادر للكربون اما الان اللي هو النيتروجين او البروتين بيكون من مخلفات في مخلفات الخضار او الفكهة بقاء الخضار او الفكهة او المخلفات الحيوانية. المخلفات الحيوانية زي راس المواشي او 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 الارانب او الدواجن لكن ما انفضلش الدواجن لانها بيكون النيتروجين فيه عالي جدا اللي هو اللي هو البروتين وده ممكن يعمل لنا تسامن بروتيني وقصة كده كبيرة. فالافضل دايما ان الكربون اسف يكون هو دايما اعلى من النيتروجين اللي هو البروتين. يكون اعلى منه بعشرين يعني نحط عشرين كربون لواحد بس بروتين تمام دي دي البيئة المناسبة لي طبعا هنشوف هنا الدود زي ما احنا شايفين هو ما بيحبش خالص الاضاء فدايما في اي وقت من الاوقات هتكشف فيه المزرعة او هتشوف المزرعة اي دود هيكون ظاهر هيختفي هيختفي فعليا يعني لانه هيهرب بسرعة جدا من الاضاء لانه ما بيحبش الاضاء هو بيحب الظلام التام لذلك دايما بنكون مغطيين المزرعة الافضل نكون متغطيها بصفة مستمرة سواء صيف او شتا بالخيش الخيش العادي في الشتا بنغطيها بالخيش وما بنرتبوش بنخلي الخيش دايما جاف اما بنجي الرطب في الشتا بنرفع الخيش والرطب تحت وبعدين نغطي بالخيش جاف تاني زي ما هو اما في الصيف بنرتب على الخيش مباشر ليه بنعمل كده عشان في الصيف لما نرتب على الخيش مباشر هيفضل بارد هيقلل درجة حرارة المزرعة تحت اما في الشريطة لما بنرطى بتاعته ونخلي الخيش جاف فالخيش بيساعد على تدفئة المزرعة فبالتالي الدود يبقى في درجة حرارة اه كويسة لان درجة الحرارة لو قلت اه لو قلت عن اتناشر الدود هيهرب من المزرعة وهيموت. وهيوقف تكاسر خالص وهيكون نشاطه الحيوي قليل جدا. وكمان برضو لو درجة الحرارة في الصيف زادت عن خمسة وتلاتين دي هتعرضنا للمشاكل كتير. برضو التكاسر هيوقف تماما وانتاج الشرانق مش هيكون موجود. شبه منعدم او مش موجود نهائي يعني. وبرضو العملات الحقيقة للدودة نفسها هتكون ضعيفة جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكو. ويكون نقدم لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. ويا ريت تقول لنا يا رأيكو في كومنت. هستنى اشوف تعليقاتكم. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم. شكرا.